أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إطار الحوارات التي نخصصها لمختلف قطاعات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك يسعدنا اليوم أن نعرفكم على قطاع التكوين ونقربكم أكثر من المعاهد التابعة للوزارة حلقة اليوم مخصصة لمعهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية ولتقريبكم أكثر وتعريفكم على هذا المعهد يسعدنا أن نستضيف السيد حسن المجاهد مدير معهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية أهلاً وسهلاً بك سيد حسن المجاهد أولاً سيد حسن تفضلوا بإعطائنا نبدأ عن معهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية أولاً أشكركم على استضافة بادي أدي بدأ أولا وأقدم بعد أولا نبدأ عن محط تكوين على الآية والصيانة الطرقية لقد أحدث محط تكوين في الآية والصيانة الطرقية بالصخيرات سنة 1993 في إطار تعاون بين المملكة المغربية واليابان من أجل تطوير الكفاءات في مجال الصيانة الطرقية وصياقة وصيانة آليات الأشغال العمومية ويعتبر هذا المحط هو أول محط متخصص في هذا المجال مجالة الصيانة الطرقية وكذلك صياقة وصيانة آليات الأشغال العمومية وكان له دور فعال منذ أزيد من عشرين سنة لتطوير الكفاءات وتأهيلها سواء وطنيا أو إفريقيا وما هي التكوينات التي يقدمها المعهد؟ التكوين الذي تخصص به المعهد هو أولا تكوين المستمر التكوين المستمر في أربعة مجالات التكوين المستمر يعني لأطر تعمل في القطاع أم لطلبة ينتحقون بالمعهد؟ المستفيدين من هذا التكوين المستمر من مختلف القطاعات العمومية وكذلك الأفراد وكذلك الإدارات العمومية والشركات والمقاولات التي تعمل في مجال الأشغال العمومية والبناء هناك أربعة محاور الشعبة الثانية تتعلق بميكانيك الآليات الأشغال العمومية وتستهدف السائقي لآليات على الأشغال العمومية الشعبة الثالثة تتعلق بتدبير حضيرة آليات الأشغال العمومية والرابعة وهي المختبر والتحاليل التي نجريها بالمعهد من خلال تجارب الطريق وما هي حصيلة التكوين منذ إحداث المعهد؟ هل لا يمكن أن تعطينا النبض عن هذه الحصيلة؟ منذ إحداث المعهد منذ سنة 1993 تم تكوين أزيد من 13 ألف متدرب من المغرب و420 من الدول الإفريقية في إطار التعاون التولاتي بين المغرب واليابان والدول الإفريقية في مجالات الصيانة الطرقية وميكانيك الآليات الأشغال العمومية والسلامة الطرقية إذن تقومون بالتعاون مع اليابان ومع الدول الإفريقية من خلال التكوين نعم التكوين الأطر الإفريقية هل يمكن توسيع هذا التعاون إلى بلدان أخرى؟ مثلا بلدان أوروبية أو عربية أولا نبدأ نقربكم على التعاون التولاتي لقد تم هذا التعاون كما هو معلوم أن المحد قد أحدثه بشاركة في إطار التعاون بين الملكة المغربية واليابان وفي سنة 1999 تم هذا الإطار وهو التعاون التولاتي بين المغرب واليابان ودول الإفريقية من أجل تأهيل وتطوير الكفاءات وخاصة الأطر المتوسطة في البلدان الإفريقية وخاصة الناطقة باللغة الفرنسية ونود من خلال هذا أن نوسع دائرة الدول الإفريقية وكذلك لنشرها كذلك الدول الإفريقية الناطقة سواء باللغة الإنجليزية أو الدول العربية كذلك دول شمال إفريقيا ويعتبر المحد هو سلطة وصل بين اليابان والدول الإفريقية من أجل إعطاء الخبرة في هذا الميدان وماذا عن الشركات التي تقومون بإبرامها سواء عن المستوى الوطني أو الدولي؟ في إطار تنفيذ برامجها سنة 2016 وخاصة الشق المتعلق بالتطوير الكفاءات فقد تمت توقيع بين مديرية الطرق وبين المكتب التكوين المهني الممثل في مدرسة محمد السادس للتكوين في مهال البناء والأشغال العمية على اتفاقية شراكة لتطوير برامج ذات الهتيان مشارك والهدف من هذه الاتفاقية هو تمكين محدد تكوين على الآليات وكذلك مدرسة محمد السادس بشكل مشترك في تكوين وتأهيل الشباب في مهال الأشغال والبناء نعم أو ماذا عن الشراكات الدولية؟ وبنسبة للشراكات الدولية نحن أولاً يعتبر المهحد هو التمرق تنائي بين المملكة المغربية ودولة اليابان ووعياً منها ووعياً منه فالمهحد يحاول دائماً منذ إحداته هو الانفتاح على العالم الخارجي لتطوير شراكات مع دول أخرى سواء إفريقية أو كانت أوروبية وكذلك على الصعيد الوطني من أجل تبادل الخبرات والتجارب في الميدان إذن أكد أن هذه الشراكات وهذا التعاون مع هذه الدول يساعدكم على تكييف التكوين داخل المعهد من خلال تتبع مستجدات التي تحصل في هذا الميدان فكيف تقومون بتكييف هذا التكوين؟ هو هذا السياسة التي نقوم بها هو الانفتاح عن العالم الخارجي سواء وطنياً أو دولياً حتى نتمكن من تعقلم المواد أو الشعب التي ندرسها حتى تكون حسب متطلبات الصق سيد مجاهد ما هو برنامج العمل الذي وضعتمه للسنوات المقبلة؟ لتعزيز وتطوير تكوين المستمر بالمحل وضع هذا الأخير برنامج عمل برنامج عمل يعني على المدى المتوسط أول القيام بشراكات مع الفرقاء مثلاً كالمديري العام للجماعات المحلية لتكوين الأطور وتقنيين العامين بالجماعات في ميدان الطرق بصفة عامة وكذلك اتفاقية مع جيكا الممثل اليابان بالمغرب وقد قدمنا مشروع اتفاقية وهو قيدة الدرس من الجانب الياباني وكذلك اتفاقية مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي وقد قطعت أشواطاً مهمة وهي قيدة وقد تهم هذه الاتفاقية وتكوين سائقي الآليات الأشغال العمية التابعين للدول الأفريقية إذن تدخل في إطار تعاون مع الدول الأفريقية نعم وعين منا من متابعة الاستراتيجية وكذلك التوجهات الملكية لتعزيز تعاون مع الدول الأفريقية جنوب جنوب شكراً لك سيد حسن مجاهد على تلبية الدعوة وعلى الأجوبة التي قدمتم لنا وعلى تعريفكم لمشاهدين للمعهد وسيداتي سادتي شكراً لكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله ابقوا أو في قناتنا